هنتكلم النهاردة مشاهدينا عن عرض نفسي بس عرض تقيل على القلب حتى صعب نحن نعديها بسهولة هنتكلم النهاردة عن الرفض إحساس الرفض رفض الست للراجل ورفض الراجل للست شعور صعب قوي حقيقة أنا عارفة وبتكلم فيه النهاردة وأنا عارفة قدي إيه الإحساس ده تقيل على القلب شعور صعب قوي لما الإنسان مننا لما الواحدة مننا تحس إن هي مرفوضة عارفة عارفة إنه صعب عليك قوي وعلى رجلتك وإحساسك بكرمتك وكبريائك لما ست ترفضك وتحس إن أنا راجل وبترفض خاصة كمان إن الرفض ده الروجه من حد بنحبه قوي هي البنت الإحساس في اللحظة دي إحساس مميت إحساس صعبة على أي بنت وأي ست وأي راجل إحساس الرفض وبعدين تقعد بقى بعد تقعد مع نفسها الواحد مننا يعني سواء ستة أو راجل تلاقي نفسك بتكلمي نفسك هو أنا ترفض ليه وتلاقيها بتقعد تجلد في نفسها ليه؟ طب ده أنا ده أنا حبيته ده أنا حبيته أكتر واحدة في الدنيا ده يعني الكلام بقى اللي مع النفس ده عمره ما هيلاقي واحدة تحبه قدي عمره ما هيلاقي واحدة تخلص له زي ما كنت بخلص له ده عمره ما هيلاقي واحدة كان بتهتفانة ده أنا كنت بستخسر في نفسي إن أنا نزل أجيب حاجة لي ولا تقمي لبس جديد ولا أغير موبايلي عشان أحوش وعشان نحط الفلوس مع بعض عشان نعمل بيت ده أنا عمري ده أنا كنت بروح لمامته وببقى تحت رجليها ده أنا كنت طولي الوقت معاه في الحلوة والمرة ده أنا أكتر واحدة فهماه إمتى زعلان إمتى فرحان يعني بتلاقي نفسها عمالة تكلم نفسها هو أنا ليه أطرفض هو أنا فيه عيب إيه عشان أطرفض تعرفين إحساس الرفض ده؟ بيهين الكرامة وبيهين عزة النفس تخيلوا البنت دي ولا الست دي لما تطرفضها تكون حاسها بإيه؟ إحساس قاتل إحساس صعب بس في نفس الوقت في نفس الوقت عايزة أطمنك لأن الراجل بيحس نفس الإحساس مش بس الست ولا البنت اللي بتحس بالكسرة وتحس بكسرة النفس وكسرة الخاطر وبتقعد سنين كتير على بال ما تعرف توقف على رجليها تاني وتقدر ترتبط تاني وتدي أحاسيس حلوة تاني الراجل نفس الكلام وعايزة أقول كمان دايماً بيقولون الراجل لما بيحب بيبقى حبه أقوى من الست أنا عايزة أقول لكم أن الحب ده الحب ده حقيقي كمية القلوب ملهاش كتالوج كتالوج القلوب ده كتالوج صعب يعني دايماً يقولك القلوب متقلبة وما أدراكوا بقى اللهم كفينا شر تقليبة القلوب لأن فجأة بيحب قوي فجأة تخلى وساب ومشي إحنا النهار ده عاملين الحلقة دي عشان إحساس الرفض ده بيوجع أنا عارفة إحساس الرفض ده بيوجع وبيهز كيان أي راجل وأي ست فيه ناس بتعرف توقف على رجليها بسرعة وبيبقى عندها عارفة إمكانياتها وبتعرف تعالج نفسها نفسياً وبيقف على رجله بيقول أنا هكمل أنا ما ترفضتش عشان أنا وحش لا أنا اترفضت عشان هي ما تستهلنيش ويبتدي يكمل بس فيه ناس ضعيفة ما تقدرش فيه ناس بتكسر فعلاً فيه ناس منضطرة تروح لدكتور نفسي فيه ناس أحياناً بتدخل مسحات نفسية عشان يرجعوا ثقاتهم بنفسهم دي تاني فيه ناس بتتعب يا جماعة اللعب في القلوب مش سهل